مرحبا وأهلا وسهلا فيكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات بحلقة جديدة من مسائل اجتماعية والتي لا أعلم إذا كانت الحلقة الأخيرة أم سيكون بعدها حلقات يعني لعلي لا ألقاكم بعد يومي هذا والسبب هو الحلقة الأخيرة من هذا البرنامج جاءتني بعدها عشرات الرسائل وجاءني يمكن حوالي 150 متابع خلال يوم واحد ويهددونني بحز رأسي وقتلي والدعاء علي وكل السبب لأني تحدثت عن داعش وطبعا أنا برنامجي ليس سياسيا أنا هنا في برنامج اجتماعي يمكن أخاطب في الأمهات أكثر مما أخاطب الآباء أو الرجال أنا لا أتعرض أبدا للأشياء التي لها علاقة بالقتال أو بالكتائب أو بالجهاد ولكني معنية جدا بالموضوعات التي تخص سوريا مستقبلها الوعي بعد ثورة دامت أربع سنوات أكيد صار في تجهيل في شكوك الشباب عندهم حماس يرغبون بالعمل يحتاجون لإرشاد فأنا قدر إمكاني في هذا البرنامج أحاول أن أوجه الأمهات لكي يساعدنا الشباب خاصة الشباب الصغار يعني اللي ما زالوا بحاجة إلى إرشاد اللي بعمر 14 أو 15 أو حتى يمكن لعمر العشرين على افتراض أنه سن النضج قد تأخر بسبب الظروف التي تحيط بنا من قبل الثورة يعني ما لها علاقة بالثورة فكانت القصة أني أنا تعرضت لهذا الموضوع خشيت على الشباب المتحمس أن يخطئه الصواب فيعمل مع كتائب أو مع جهات قد لا تريد الخير لسوريا فيزيد في معاناة الشعب السوري فتكلمت من هذا الباب عن داعش ولكني فجئت برد الفعل وبالتعليقات التي جاءت كمان على صفحتي وبالطريقة الشرسة التي تم التعامل بها مع الموضوع أنا أسرد هذا لكي أؤكد أنه لو كانت هذه الفرقة يرجى منها الخير لما تصرفت بهذه الطريقة يعني واحدة مثل امرأة تتكلم بموضوع اجتماعي تحذر الأمهات ترجو من الأبناء أن ينشدوا الصواب قبل أن ينتموا إلى أي جهة أن يتعامل معي بهذه الطريقة وننتقل فورا إلى جز الرؤوس وبعدين يجوا بينكروا بيقولوا أنهم لا يفعلون هذا يكونون قد أثبتوا أن هذه طريقتهم في معالجة الأمور ومعناته يجب أن نحذر زيادة وزيادة يعني هون جاءنا دليل إضافي على انحراف هذه الفئة بعدين بدأ من كلامهم اتهامي بالكفر أنه أنا الفاسقة الكافرة طب أنا لم أتهمهم أصلا بالكفر أنا أتحدث بموضوع عام أنه ننتبه نعرف لمن ننتمي إذا لقينا إخلاص بين الشباب الصغار نسأل إلى من لصالح من يحصل ما يحصل في سوريا وهم لصالح من يعملون كمان وصفت بأوصاف ما ألهى على حقا أصلا بما أنا كتبته العجوز شمطاء وأشياء من هذه الكلمات الكثيرة التي لا أدري يعني لو قيل عني هذا الوصف يعني ما علاقته بالكلام الذي أنا قلته وفورا بأدعوني إلى المباهلة لأ والذين يدعونني هم الجنود الصغار يعني المفروض اتعرض لمحاكمة ما دمت أنا مخطئة فكمان هذا بدل على جهل في منهج هذه الجماعة التي تذهب فورا إلى طلب المباهلة مني بعدين المباهلة صحيح جاءت بالسنة لكن اختلف الفقهاء عليها وهي أنا أستهدي بالسنة لم تأتي إلا رسول صلى الله عليه وسلم فعلها مرة واحدة مع أناس شككوا بالعقيدة لأنهم يقولون بألوهية عيسى فطلب منهم المباهلة لكن المباهلة لا تكون على أي أمر لا تكون هكذا يعني مثل ما منقول بالعامية على الطالعة وعن نازلة مفروض أن تكون على موضوع قيم على موضوع يعني له أبعاد اللي بيستفيد منها الناس فنحن منفيدن نعمل مباهلة على الموضوع لكي نتبين الحق من الباطل لكن لما تكون الأمور واضحة لا نحتاج إلى هذه المباهلة وكل ما حضرتهم بعدين برجعوا لي مرة تانية الغريب كمان أسماؤن الوهمية الحساب بيكون أنشئ من 22 ساعة بيكون أنشئ بس من يومين يعني كأنه مغرضين بس كل ما لأوا حدا عم يتكلم عن الدولة فأصبح الدفاع دفاعا عن الدولة فقط وهي من الأسباب أصلا اللي نهوا فيها عن المباهلة العلماء قالوا إذا كانت المباهلة فقط يعني اللي ما بيعرف شو هي المباهلة هي أنه نتلاعن مع بعض يعني نتحالف نحن الاثنين ونجعل لعنة الله على الظالمين بس هاي بيسبقها بالأول أنا بقولوا الحج اللي عندي هنم بقولوا الحج اللي عندهم يعني كلام بكلام بعد ذلك نصل إلى هذه المرحلة ولكن ليس من البداية طبعا أنا أسوق هذا الكلام لكي أؤكد أنهم على باطل أنه انتبهوا منهم زيادة ورجاء من الأمهات يعني مثل ما شفنا كيف الثورة طالت ابنك هلا يمكن يكون عمره 13 أو 12 يمكن بعد سنتين أو ثلاثة يقتنع فيهم فمن الآن بتبدأي معه بتنبهي إلى هذه الأخطاء لكي لا ينضم إلى مثل هؤلاء القوم لأنه متى ما دخل معه صعب الخروج وجاءت طبعا أخباريات مؤكدة أنه اللي بيتركون يقومون بقتله وما بيسمحوا له أبدا أن يترك فننتبه من الأول أن لا ننتمي إلى مثل هذه الفئات التي كلما مر يوما نلاحظ أدلة جديدة على أنه المنهج الذي يسيرون عليه خاطئ بالتأكيد فيكفي كلام عنه أنا أهمي كله أنه اللي ما نضم إلون ما ينضم لكن اللي نضم من الصعب جدا إقناعه يعني نحاول ونحاول لكن بيعملولون غسيل الدماغ بطريقة غير طبيعية وهذا هو الأمر المخيف وهلأ الحمد لله صار فيه مع جبهة ضدهم وكثير ناس بدأوا يتنبهوا وهلأ توحد الكتائب الحمد لله لصالحنا في يعني يكفي كلام بهذا الموضوع بعد ذلك هلأ ستكون بقى حلقة اليوم كل أسئلة قصيرة يعني مثلا جاءني سؤال أنه أنا أحث على القراءة فالمهم يعني ستكون حلقة اليوم متنوعة من موضوع إلى موضوع مختلف تماما جاءني سؤال عن القراءة أنه أنا أحث على القراءة وأنصح بها دائما فكيف يقرأ الإنسان كتابا لكي يستفيد منه الفائد المرجوع طبعا أول شيء لازم يختار الكتاب القيم لأنه المكتبات أصبحت مليئة جدا بالكتب وأحيانا يكون الوقت ضيق ولا يستطيع الإنسان يمكن أنه يقرأ بالأسبوع كله إلا كتاب واحد فلما بده يقرأ فقط كتاب واحد لازم يختار هذا الكتاب بعناية يعني ما يضيع وقته على كتاب ما في منه فائدة أو المعلومات اللي فيه قديمة أو تغيرت أو ممكن يكون مشكوك بالمؤلف معلوماته يعني تدفع الإنسان إلى اعتناق مذهب خاطئ أو الغلو مثلا أو تكفير الآخرين كما شاع في هذا الزمن فيختار الكتاب الجيد ممكن أنه يسأل أستاذ أو معلم ما الموضوع الذي هو يهتم به أو يعني يقرأ بالإنترنت عن مؤلف الكتاب عن الكتاب نفسه ما هي الآراء حوله أكيد بغريسته الصحيحة سوف يستشف إذا كان هذا الكتاب صالحا للقراءة أم لا فالمهم بيختار أول شيء الاختيار الجيد ثاني شيء أنا أنصح بكتابة القراءة أنصح بقراءة الكتاب المطبوع القراءة على الإنترنت يمكن تكون أسهل لشباب هذه الأيام يمكن يكون متوفر بين أيديهم أكثر أنه بنزلوا عليه الكتب فلما يتفاجأوا بأنه في عندهم وقت زائد أنه هالكتاب بيكون متوفر بين أيديهم فبيقرأوا حيث ما شاء وممثل أنه أنا أحمل الكتاب والكتاب ثقيل فيمكن أذهب لمكان ما أحتاج فيه للقراءة يكون وقتي ممتلئا أجلس مع ناس طريقة جلسة غنية لا أحتاج إلى الانتظار فلا أحتاج إلى القراءة وممكن في مرات أخرى أخذ الكتاب معي يعني ما أخذ الكتاب معي فأجد فصحة من الوقت فأندم فكتير ناس أصبحوا يعتمدون على تنزيل الكتب على هذه الأجهزة الحديثة لكي يقرؤوا طب ممكن نحن نقرأ بهذه الطريقة في الطوارئ لكن بالأوقات العادية اللي بيكون فيها متسع من الوقت الأفضل أنه نقرأ فيه كتاب يعني أنا أمسك الكتاب بيدي أتأمل العنوان جيداً أتأمل اسم المؤلف لكي يعني إذا احتجت أنه أستجهد بشيء من هذا الكتاب يعلق اسم المؤلف في بالي واسم الكتاب بعدين بيبدأ من المقدمة بيقرأ المقدمة لأنها تعبر عن الكتاب هلأ هاي مقدمة خلوني استريح شوي وأكمل معكم كيف نقرأ كتاب قراءة الكتاب بعد المقدمة نرى الفهرس يلي أصح باللغة العربية أنه نسميه المحتويات لأنه هاي الفهرس قال كلمة فارسية كمان تعني نفس المعنى هو المحتويات فينظر المرء أنه هل يهتم بجميع فصول الكتاب أم بعضه لو كان الكتاب مهم في بعض الفصول تكون إضافة أو للذي يريد التوسع بالموضوع أكثر أو يعني تكون ذيول للموضوع خارجي عن سياقه مو بس يعني للي يريد التوسع هي مجرد أنه إضافات لكي يكتمل الكتاب ويكون قد طال جميع الجوانب البعيدة والقريبة فالقارئ ممكن أنه ما يهتم فيها لكن يستفيد يأخذ فكرة ولمحة عن الموضوع قبل أن يبدأ بالكتاب بعد ذلك الأفضل أنه نبدأ بمقدمة الكتاب لأن الكتاب العلمي الذي يعطي القارئ المعلومات الحقيقية الضرورية والسعة التي يريدها المفروض أنه يكون كتاب علمي يعني بيبدأ بتعريف المصطلح أو كل المصطلحات التي تقوم عليها فكرة الكتاب بعد ذلك بيشرحها طبعا باللغة العربية بيشرحها بالاستعمال الاصطلاحي ممكن حتى يشرحها بطريقة ثالثة أنه كيف تغير معناها أنه هي لها معنى اصطلاحي لكن بالعرف أو يعني كان في لها معنى مثلا بالقديم أو تغيرها بيئة الحديث فلم تعد تستعمل كما كانت بعدين بيبدأ بقى مقدمة العلم بيكون خفيفة ولطيفة حتى القارئ العادي اللي ما عنده أي معلومة من قبل بيقدر يفهم أنه هذا العلم ما هو متى نشأ كيف تطور بعد ذلك بقى بيدخل بالعلم نفسه كمان مقدمات أساسه بعدين الفروع اللي تفرعت عنه ثم بقى إذا كان فيه طبعا لازم مشكلة بالكتاب لازم يكون يعتمد على موضوع معين أساسي بعدين إذا كان فيه له حل بتجي بقى الحلول وبالآخر بتجي الخاتمي فأنا بنصح كل قارئ للكتاب يمسك بيده قلم والأفضل يكون قلم رصاص لأنه الإنسان أحيانا قد يخطئ مثلا يضع خط حد شيء بعدين يلاقيه أنه غير مهم ممكن يكتب ملاحظات بالهامش استفسار أو أنه هالفقرة مهمة ممكن بعد قليل يجد أنه فقرة أكثر أهمية أو أنه التساؤل اللي هو تساءل عنه يجب شرح وافي أكتر فيمسح اللي يمحي اللي كتبه بالعلامات اللي كتبه فيه من قبل ويرجع يعلم على الأشياء الأهم ويكتب تعليقاته هلأ لماذا هذه التعليقات لأنه الإنسان ينسى أد ما قرأ ممكن يتذكر الفكرة العامة لكن التفاصيل الصغيرة ينساها بعد مدة ممكن يحتاج لهذا الموضوع يعني اطفاقم صار حوله ويقرأ عنه من باب الهواية أو من باب أنه والله كان في بلد قريب عليه بعدين وصل الموضوع لعنده وصار مشكلة بالنسبة له شخصية يحتاج لإيجاد الحلول ممكن يكون نسي فمو معقول يرجع يقرأ كتاب مكون من مية صفحة أو مية وخمسين صفحة هو سبق له قراءته من قبل وخاصة مثل ما قلت أنه كتير من المعلومات اللي بالكتب بيكون فيها حشو أو بيكون فيها شرح أو بيكون فيها أمثلة ممكن القارئ الذكي أنه يكون فهم لا يحتاج لكل هذه الأمثلة فيعلم على الأفكار الرئيسي فلما يحتاجه بيرجع لهذه الأفكار الرئيسية يقلب الكتاب بسرعة فبدالما يرجع يضيع ثلاث ساعات أو أربع ساعات إذا كان هو بطيء القراءة بيرجع لهذه الأفكار الرئيسية التي سبق ووضع عليها إشارات فيتذكر الموضوع ويستطيع أن يسترجع المعلومات لو شعر أنه بعض الفقرات تلزم أكتر من غيره ممكن بقى لو ما كان في علامات أنه يرجع للفصل المهم يرجع للأمثلة المهمة التي تدعم الفكرة فبيسترجع المعلومات بسهولة بالغة بقى هي أفضل طريقة لقراءة الكتب وبرجع أقول أنه كل إنسان حسب حاجاته يقرأ الكتب اللازمة ويهتم كتير بالتعليق عليها لأنه لابد بيوم من الأيام أنه يلزموا ما قرأوا من قبل وكتير صارت معي ومع غيري أنه نحتاج المعلومة فلا ندري أين تكون موجودة فبعطي نصيحة إضافية لو تخصصوا دفتر دفتر صغير وخفيف الحجم كل ما قرأتوا كتاب ضعوه بجانبكم نمسك بقى القلم ممكن أنا أكيد بعرف ما هي شخصيتي ما هي اهتماماتي فممكن اكتب أنه الموضوع الفلاني بالكتاب الفلاني صفحة كذا في عليه كلام جميل الموضوع الفلاني فلما يلزمني بقى الموضوع برجع لدفتري لأنه يمكن أنسى بأي كتاب قرأت لو كان طبعا الكتاب له عنوانه وقلو موضوعه لكن أحيانا بعض الكتب في ثناياها بيكون معلومة جميلة جدا ليست لها علاقة بالكتاب الأصلي لأنه الشيء بالشيء يذكر فلما أنا كنت دونت هذه الملاحظة على دفتري يسهل يسهل علي الرجوع إلى المعلومة ومعرفة أين كانت ورقم الصفحة ورقم يعني اسم الكتاب كمان جاءني سؤال آخر يقول أنه أجتمعات عفوا المجتمعات التي نعيش فيها تتحول إلى غابة ليس فيها أخلاق ولا ضمير وأنه البشر تنعدم عندهم المسؤولية والإنسانية يعني الموضوع صحيح لب الموضوع صحيح أنه فيه تراجع خاصة لما يكون البلد فيها حروب وفيها مشكلات تنتشر فيها الأمراض الاجتماعية لكن الموضوع ليس سيئا لهذه الدرجة فيه تراجع ويجب علينا أن نحاول إيقافه لكن الحمد لله تبقى بالآخر المجتمعات بخير مثل ما بيصير فيها انحدار الظروف هذه تجعل فيها ارتفاع كما يبدو الشر من ناس فيه ناس أخر يظهر عندهم الخير الذي كان مخفيا فليس الموضوع بهذا السوء ونكرر أنه من زمان مرت البشرية بظروف كثيرة لو كان دائما المجتمعات في انحدار فالمجتمعات العربية مرت بظروف وانحدرت المجتمعات الأوروبية مرت بظروف وانحدرت فلو كان الانحدار مستمرا كان وصلنا إلى مرحلة خطيرة وفضيعة على جميع الكرة الأرضية على جميع بلدان وقارات الأرض لكن هذا لا يحدث لأنه الدنيا دائما في صعود وهبوط والشعوب دائما تتعرض لمخاطر وتتعرض لتطور ولأمور جيدة ولارتقاء بالأخلاق والعمران فهي دائما تتناوب فلا تقلق ومثل ما فيها انحدار إن شاء الله حيصير فيها صعود مرة تانية لكن هون بقى بتجي مسؤوليتنا ودورنا في العناية بأي مكان نحن نعيش به لو كنت تعيش فيه مجتمع جيد حافظ على هذه الجودة لأنه أي شي لا نحافظ عليه ينحدر يعني ما في شي بيبقى مستمر على ما هو عليه يعبدو ينحدر إذا أهملوه الناس وإذا ارتقوا به يرتقي معهم فأي مجتمع يعيش به الإنسان يجب أن يحافظ على تحسينه مهما كان الوضع فسوريا تحتاج للكثير يجب أن نحافظ دائما على الأخلاق وهذه مسؤولية كل فرد سوري أينما كان يعيش لكي يرتقي بالمجتمع هون الفاصل الحمد لله جاء في وقته نتوقف ونبدأ بعدها مع سؤال جديد وموضوع جديد وجاءتني رسالة من شاب لم أجد رسالة أفضل منها ذكرتني بوافدة النساء التي جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وتكلمت عن وضع النساء فقال أنه مقولتها كانت جيدة ولا يوجد أفضل منها هذا الشاب كان يعيش في سوريا ويقول أنه كان يحضر الدروس مع أنه يعني الدروس بالفترة الأخيرة لم تكن أكثر من الوعظ ولكنها كانت كافية للشاب الذي عنده دافع داخلي وفعالية أن يستفيد منها ويترقى بسلوكه وأخلاقه فلما خرجوا إلى الغربة يقول ذهب إلى بلد تشبه سوريا فيها قيود ومن الصعب أن يحضر في الدروس في الجامع لدرجة أنه يقول يصلي الفرض ويرجع فورا إلى بيته لأنه لو جلس ليقرأ الأوراد يكون مراقبا ويصبح في خطر من أنه يتهم بأنه إرهابي أو هذه الأشياء التي فقعت في معظم البلاد العربية فيعود إلى بيته فيقول أصبح العبء عليه كبيرا يعني هو عليه أن يطور نفسه عليه أن يقرأ المواعظ عليه أن يقرأ العلم والفقه الشرعي عليه أن يقرأ وحده السيرة عليه أن يهتم بدراسته الجامعية ويحصل على الدرجات العالية ويقول أنه عنده مشاريع أخرى من درجة حبه لسوريا وشعوره بضرورة أن الشباب يقوموا بدور مهم في الجهاد أو في المساعدة يعني دور يقول إغاثي أو دور ثقافي أو دور فكري أو دور تنموي يعني أي دور هو مستعد لأن يقوم به مع رفقائه فما عنده وقت لكي يضيعه بالترهات أو اللهو الفارغ أو الخروج إلى النزهات لكن هو موجود في عائلة ليست هكذا العائلة خرجت للغربة وخرجت بسبب ظروف سورية لكن الغريب أنه نسيت القضية وهذا أنا أكثر ما أخشى على المهاجرين يعني أنا صرت ضد الهجرة لأنها تنسي الناس القضية السورية كثير ناس لما هاجروا يعيشون الحياة الطبيعية ولا كأنه في شيء ببلادهم يعني حتى أنه ينقلوا القضية للآخرين لا يفعلونه هون بقى المشكلة أنه يمنعون أولادهم من ممارسة هذا الدور يعني إذا كانت الأم غير مهتمة والأب غير مهتم الإبن مهتم يريد حمل القضية فيمنعونه من هذا فيحاولون أن يملؤون وقته بقى بالخروج والدخول والزيارات والتسلية والخروج إلى المطاعم والسهرات العائلية وهو كاتب العزايم رسالته بالعامية والدعوات فيقول أنه ما عنده وقت لهذا وفوق هيك يعامل كالأطفال يعني دائما هو تحت المراقبة لماذا تفعل هذا؟ لماذا تقضي وقتك بهذه الطريقة؟ لماذا خرجت مع رفيقك؟ لماذا تقرأ في هذا الموضوع؟ ما أهمية هذا الكتاب؟ فيقول أنه يشعر بالحصار يشعر بالضيق هو لم يعد صغيرا تجاوز العشرين فيقول أنه أنا أتكلم ولعل الأهل يسمعون مني ويردون علي طبعا أنا أكيد سأكون مع هذا الشاب هذا الشاب ما زال صاحب إنسانية صاحب نخوة صاحب قضية مهتم بالناس الذين تركهم من ورائه يفكر بهم يفكر بمصير البلد يفكر بالعودة إليها يعزوا عليه أن يكون الوضع هكذا أن نستسلم ونخرج ونترك لهم الأمور كلها فيجب على الأهل بقى أن يتنبهوا يعني إذا الإبن تجاوز الوحد وعشرين وكان بهذه العقلية يجب أن يفتخروا به وأن يفرحوا به وأن يشجعوا يعني لو كانوا بسوريا حيقلوا لأنه الأمان ويمكن يعتقلوا ويمكن يتعرض للمتاعب طب ما دام في الخارج وهو فيه أمان لماذا لا يعمل إذا كان لا يمس الأموال يعني وعم يقول أنه مشروعات إنسانية فكرية دعوه دعوه يقرأ دعوه ينمي مهاراته دعوه يستعد لبعد سنوات يعني نحن المشكلة الكبيرة التي فعلها الشعب السوري أنه خرج من سوريا بالثمانينيات ونسي القضية عاش حياته لو طولها 30 سنة لو كنا استعدينا لو كنا هيئنا أنفسنا لو كنا جهزنا توحدنا قرأنا تثقفنا كنا على قلب واحد كان هلأ ممكن ننصر الثورة بطريقة أعمق بكثير فلا تخلونا أنه يرجع يمر علينا 20 سنة ونقول يا ريت لما قامت الثورة عام 2011 كنا كلنا معها وسمحنا لأولادنا يشتغلوا عليها لأنه بالآخر نحن الخسرانين لما نخسر بلدنا ولا نستطيع العودة إليها ونحن قلنا في أراضي وقلنا في أملاك وقلنا في أهل لما هلأ الدول كلها ترفضنا أين نذهب نحن بحاجة إلى هذه البلد ما بتكون تشتغلوا خلوا الشباب يشتغلوا الله يرضى عليكم يعني هذا أقل شيء ممكن أن نقدمه للدين وللإنسانية وللقيم وللخلق أن نقدمه لنا نحن حتى نرضى عن أنفسنا ونشعر أنه لنا وجود في هذه الحياة عندي رسالة أخرى كما قلت اليوم كثير المواضيع متنوعة من فتاة هذه الفتاة كمان خرجت من سوريا وتعرضت لظروف سيئة جدا بعد خروجها بقليل تبين أن والدت تعاني من مرض خطير السرطان وقد دنى أجلها وكانت تعيش مع أمه فقط وأخيها أخيها رجل ظالم يضربها ويقص عليها وكانت الحياة معه مستحيلة الأم لأنها مريضة وضعيفة لم تستطع أن تخلص بنتها من ظلم هذا الأخ وبعدين كما كان متوقع أن توفيت الأم وبقيت الفتاة تعيش مع أخيها تريد الزواج وهي في بلد غريب لا أحد يعرفها احتارت كثيرا وهي كما يبدو من رسالتها فتاة عاقلة جدا فتاة خلوقة ومهذبة فتسألت الناس عن المواقع التي تدل على يعني تساهم في تزويج الفتيات والشباب دلوها على موقع تقول أن اتفق الجميع على أنه موقع موثوق دخلت إليه وبدأت تتراسل مع الشباب أول واحد ثاني واحد اكتشفت أنه الأول يطمع بمالها الثاني سأله اهتم كثير بجماله ووضعه يعني كأنه كان يريد أن يضحك عليها الثالث الرابع فيأست من هذه الطريقة مع أن تعمل مع موقع معروف سألت المشرف على الموقع أن يرشح لها شابا يكون كما تريد هي من حيث المؤهلات والعمر دل على الشاب تبين أنه كان متزوج قبل الآن ولكن لكثرة ما أثنى عليه وافقت وبدأت تحادثه مر على أسبوع أسبوعين وجدت نوع من التقارب والانسجام فطلب منها صورته عفوا وطلب أن يجتمع بها اجتمعت به وفي بيتها مع وجود محرم غير أخيها يعني قدرت تحصل على أحد من أقارب كان موجود معها في نفس البلد وقابل الشاب ورضيت هي عنه ورضي عنه هذا المحرم وطبعا أخوها كمان ما كان عنده مانع أنه يتخلص منها بالزواج لأنه كان يؤذيها كثيرا فتمت الأمور وجلست تنتظر هو رأاها مرة واحدة وعلى أساس أنه سيأتي مرة ثانية انتظرت انتظرت لم يأتي فسألته قال لها أنا آسف لماذا أنا آسف لا تعرف بعد أن تعلقت به وتأكدت أنه ظروفة تناسب ظروفة فكانت صدمة كبيرة بالنسبة للفتى فهي حزينة جدا ومتدايقة لأبعد الدرجات من أن تهاونت وتكلمت معه فأرسلت لي هذه الرسالة فقط لأحذر الفتيات أمثال أن كل فتى احتاجت لهذه الطريقة بالزواج وكانت في مثل ظروفها أن تكون حذرا لآخر دقيقة فما تتهاون بأي ندمانة لأنها تهاونت بالمحادثات الأخيرة ورضيت أن تعبر عن بعض مشاعرها لهذا الشاب فشوفوا قديش عندها درجة الخلق عالية يعني لأنها فقط عبرت عن قليل من المشاعر العادية ولم تتبادل معه أي شي خاطئ شعرت بالأسى فأنا بنصح كل فتى لو موقع موثوق لو شاب موثوق لو وعده بالزواج أن تكون حذرة جدا ولا تقابل الشاب أو تتماد معه بالكلام أو ترسل له صورته إلا عن طريق الأهل لو كانت ظروفها صعبة جدا وسيئة لأنه يمكن هذا الشاب يوقع بشيء أكبر يخليها تندم وتتضايق أكثر من ما كانت متضايقة وهي من غير زوج فأحببت أن أنبه إلى هذا الأمر نظرا بأل الظروف التي يعاني منها الشعب السوري في الغربة وتعاني منها الفتيات بالزيادة لأنها أصبحت بلا أب بسبب الظروف أو بلا أخ بسبب يعني ظروف أخرى وأذكر بي بريد البرنامج أو صفحتي على الفيسبوك اللي هي باسمي عابدة المؤيدة العظم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته